اشتركوا في القناة والسلام على شرف المرسلين شكراً للإخوان الكرام على هذه الاستضافة والمجيء ديلكم للجماعة السود وهذا شرف لنا يعني باش الإخوان يزوروا يعني الجماعات المحادية السالة وكذلك مراقبات وملاحظات وتجميع المعلومات دي المجموعة دي المشاريع اللي هي في طور الإنجاز أو المنجزة شكراً لإخوان الكرام على الوقوف على هاد يعني الأشغال اللي هي في العرجات المركز التي تهم يعني إزالة تلوت بصفة يعني كلية تلوت دي المياه الخاصة بأبيرقراق هاد المسألة هاد اللي هي الطريط من دي الجميع النقاط السوداء اللي كانت يعني لا بالنسبة للسول ولا على البحراوي كذلك ربط جميع البنايات والمؤسسات لأنه كان عندنا وحد إشكال اللي هو لسيني يعني غياب لا سينيسمو غياب التطهير نحن اليوم الحمد لله يعني بمجهودات دي السلطات الإقليمية وبمجهودات دي دي المقترحات دي الإخوان دي المجلس بصفة عامة نشكر كل من سهم فات المشروع اللي هو إن شاء الله غادي يعطي واحد القفزة نوعية اللي هي يعني القاضاء على النقاط دي التلوت لا بالنسبة للبحراوي ولا بالنسبة للعرجات اللي هي مدة الإنجاز إن شاء الله تكون تقريبا خمسة أشهر ويتم الربط الكلي دي الواد الحار أو تطهير السائل وكنشكر كل من سهم في ذلك وخصوصا بأن هذه المسألة هذه دي العقلة تستعمال هذه المياه عن طريق يعني واحد المحطات دي المعالجة وتوجيه هذا الماء اللي هو لزويزي ليريقاسيو أو للسقي دي المناطق الخضراء هذه بادرة طيبة اللي عندنا إن شاء الله اللي هي داخلة اللي ستتنجز في المستقبل القارب إن شاء الله كذلك هي محطة المعالجة اللي خاصة بسوق الخميس كذلك والتجمعات السكنية المحادية لا بالنسبة هنا المركب الاستثماري ولا بالنسبة للجامعة ولا بالنسبة للقيادة هذه نقاط كانت عندنا سوداء لأنها كانت تعالج بطريقة يعني ارتجالية وبطريقة ترقيعية وهي عن طريق البومباج لأنها البومباج أو لليستيرن لكذا وهذا المسألة اللي كانت تكلف للجامعة وكذلك كانت تسيء إلى نظرة شمولية ديال العرجال فيما يخص جماعة السهول هناك إنجازات أخرى الحمد لله اللي شاهدت هذه السنة الأخيرة بما فيها الحمد لله احنا مصرورين بهذا المشروع الكبير والضخم اللي هو الربط ديال ديال اللماء الصالح للشر ما بين ما بين سبوء وما بين سنة سيدي محمد بن عبدالله اللي تدخله في الاستثمارات الكبرى لتأمين الماء الوحد الشريحة من الوطن الحبيب لأنها هذه ليس تعدب الملايين واللي الحمد لله يعني من أجل تتمين هذه الأعمال ومن أجل الحفاظ عليه نشكره كل من ساهم في ذلك طبعا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة النصر والنصر والله كذلك السهول يعني تعرف واحد المجموعة من التحولات فيما يخص البنيات التحتية بالنسبة للطرق بالنسبة للمسارك كذلك علينا أن نشكور لجميع للمجلس الإقليمي والمجلس الجيا والمجلس السهول بقوته الاقتراحية ديال 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 الأعضاء دياله اللي الحمد لله كانت رأسو هذه الجامعة نعم كان بعض العمل جاد كان حصيل متميز في هذه السنة العشرة ديال الكيلومترات ديال البنيات التحتية كذلك العشرة الكيلومترات اللي انطلقات الحمد لله ديال المد الساكنة وتقوية القانات ديال الماء الصالح للشر كذلك روم فورسومو أو تقوية ديال تيار الكهربائي حاليا تمت الامبلونتاسيو أو التركيب ديال واحد المجموعة من المحولات اللي ان شاء الله غات عطي واحد الاستقرار زايد بالنسبة للتيار الكهربائي وكذلك عندنا يعني مجموعة من المشاريع اللي انطلق في ديال لزيكستنسيو أو التمديدات ديال تيار الكهربائي عرفات المنطقة أو هاد الأمور هاد جهيزات عرفات في الآوين الأخيرة واحد الهجرة معاكسة خصوصا في المرحلة اللي كانت فيها كوفيد 19 أو داء كورونا يعني رجوع واحد الفئة كبيرة من أبناء السول القبيلة وإعادة الساكن وهاتش يتجلى لنا لا بالنسبة بالنسبة للطمدروس يعني العادات ديال تلامت اللي كانوا يعني قبل من 2018 مشيهم اللي كينين دابا تزاد العادات لا بالنسبة للتانويات ولا بالنسبة الإعداديات ولا بالنسبة الابتدائيات نشكره كن من ساهم كذلك نشكره السلطات الإقليمية على أساسي العمل بالنسبة المشروع والمبادرة مشروع ديال بريس كولير أو التعليم الأولي العشرات ديال الحجورات اللي تم يعني البناء ديالها في ظرف هات السنتين الحمد لله اللي غيكون فيها واحد الاستفادة كبيرة ديال ديال الوليدات الصغار لأن كان عندنا من المسببات ديال الهضر المدرسي هو يعني غياب الأرواد وغياب يعني ده التعليم الأولي الحمد لله اليوم كين تعليم أولي مجاني بيئات الهشة اللي غي يعطي إن شاء الله نتيجة في المستقبل اللي يعطي حاليا وسي يعطي في المستقبل شريحة من المجتمع اللي هي إن شاء الله سيغيب عنها الأم يوم إلى ذلك وكل كعر بأن قطع التعليم هو قطع حيوي ودي بادرة طيبة اللي مال لنا إلا نشكره لجميع كل من ساهم فيها كذلك مجموعة من الأمور اللي هي كنشتغلو عليها يعني لا بالنسبة الغطاء الغباوي لا بالنسبة يعني النظافة لا بواحد المجموعة سياسة القرب تواجد دي النفسي فدائما بالجامعة بالنسبة لكل كي لاحظ بأن كل من له الحق في شواهد أو في غطائق أو في كذلك كي حسرها في الوقت دي لا بالنسبة للمواطن وكي تقديم الخادمات للمواطن وهذه سياسة القرب يعني إنسان خصو يكون إدارة قريبا للمواطن وتتحلوا المشاكل دياله اليوميا أنه وحد انسجام تام الحمد لله مع السلطات الأخرى السلطات المحلية ولا بالنسبة للأمنية كنشتغلو كيد واحد الحمد لله وهذا يتجلى كذلك في أن السهول يعني في هذا الإبان الأخير يعني كين واحد الأمور اللي هي سالسة وكين عمل جاد نعم كين الخصص لا وبدأ مني كل خصص لكن على حساب يعني الإمكانيات على حساب وكذا وكنشتغلو في إطار ترشيد النفقات في إطار وحد المجموعة من الأمور كنشتغلو كذلك في إطار بحث عن الموارد يعني كل سنة الحمد لله الميزانية تطعم وغاد الأمور يعني سنة بعد سنة كين إكرهات ماشي مكينش ولكن احنا كان لا بالنسبة للباقي استخلاص ولا بالنسبة الناس اللي ما كيخلصو الجامعة ولا بالنسبة ولا بالنسبة هذي أمور اللي هي ستحل يعني ستحل عند القاطع وعند الأمور لي ومؤسسات أخرى على العموم بأن جامعة تشهدوا اليوم واحد انتجام تام واحد الاشتغال دائم واحد الاقتراح يعني كذا وكين واحد الحس وكين واحد القوة اقتراحية من طرف المجلس ككل وإن شاء الله يعني غد تكون إن شاء الله حاصيلة مشرفة في المستقبل يعني مقارنة مع الإمكانيات اللي عن الجامعة ولما لا في المستقبل إن شاء الله غد نبحثوا على إمكانيات أخرى كذلك إنو أمور اللي هي عاد غاد ستظهروا في الجامعة كهات شي ديال تيراند ديال القرب اللي إن شاء الله يعني غد نبدأ في هاد السنة إن شاء الله إحنا والمجلس الإقليمي اللي إحنا أعضاء فيه كذلك من نسبة غين طالق التيراند ديال القرب يعني كن الدفع الأولى اللي غد خرج تقريبا واحد للثلاث يعني ديال ملاعب القرب اللي تهي غد تعطي واحد يعني قفزة نوعية للسول وكذلك هذا الشي ديال بحكم أن التربية الوطنية والتي يعني حاملة القطاع ديال الرياضة كذلك قد نحاول نشتغله مع الإخوان ديال التالي من أجل يعني يكونوا بعض التيرانات في المدارس لأن المدارس هم الأساس ديال النخبة ديال الرياضة وديال وديال الكورة وديال غيرها كين بعض الإكرهات اللي هي حاليا كتواجد لا بالنسبة للنقل المدراسي ولا بالنسبة للميناح المدراسية كالخصص لأن الكل كيعرف أن هذا الشي ديال الشق الاجتماعي في المجال القراوي يعني كين شوية الانسان عنده دخل متوادع لأن هذا السك المتفرق يوريت واحد مجموع عمل الأمور اللي هي هدا غنشتغلوا إن شاء الله جادتين على جميع النواقص اللي في المستقبل غننقصم منها إن شاء الله شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر